مودست يشارك في نهاية دور الأبطال ولا زي كابتن مختار ما قال ما يشاركش؟ لا أنا محترامي طبعا لمودست أنا شايف أنه سامة أبو علي أنه هو يبدأ به أفضل ما يتمشي الاستعلم مودست في أجزاء من المضارف؟ رتم سريع يا إسلام الرتم بتاعه مطش التراجع هيبقى سريع ومحمد تجاي وياسيم مرياح طوال وصغيرين في السن وحيتعبوا مودست لو متواجد لكن إحنا محتاجين لعيب عنده مهارات عالية زي وسام عنده تحرقات زي وسام عنده طاقة وعنده شباب زي وسام فأعتقد مودست مش هيضى لجاريون في اللياقة البدانية ولا الزينية المتواجد لكن كهرباء يبدأ المباراة ولا لا؟ أتمنى أن كهرباء يمتواجد أساسي؟ أساسي أه أتمنى على حسن مين؟ يعني أنا شايف لو إمام عشور لعب جنب مراونا عطية وكهرباء لعب تحت وسام عب علي هي شكل خطورة كبيرة جدا على دفاعات التراجع خاصة مع بطء محمد بن علي وأمين بن حميدة مش سراعة خالص يعني زي اللعبة الأظهرة اللي كانت بتلعب بكده في التراجع التونس يعني أنت شايف أن الكهرباء لازم يكون موجود في البداية؟ كهرباء برضو عايز أقول لك حاجة من اللعيبة اللي الكرة بتحبها بأمانة يعني هو لو بيبقى متواجد جوه الملعب على 18 أو جوه 18 اللعيبة الكرة بتدور عليه وتروح له فعلا يعني فكهرباء لو متواجد مع أسان بن علي وقهرباء لعب مميز بس هي المشكلة في تصرحاته بس أحيانا ما بتتناسبش مع إمكانية معلش يعني هيتعلم وقهرباء مش عايز أقولك أنه هو لعب صغير لا هو لعب كبير ولكن زي ما قلنا طالما نادي مصري فاز ببطولة كارية أيا كان التوجه إحنا بنبارك على الأقل بنبارك للنادي الزمالك التصريح ببارك للنادي الزمالك ممكن التصريح خانه ولكن